هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به إن كنت كذلك فكن مطمئنا كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلة واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد صادق أبنائك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية أن لا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك فعلى صفحات شبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة ألا يستجيبوا لمن يطلبوا منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني خاصة إذا كان المرسل مجهولا ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه